عشان يكون في هضم ويتم بصورة جيدة لابد من توفر الانزيمات الانزيمات الهاضمة لتعمل الانزيمات بكفاءة عالية لابد نيتتواجد في درجة حموضة مثلة بالنسبة لها نشاط الانزيم في درجة حموضة معينة يختلف عن نشاطه في درجة حموضة مختلفة نقارن ما بين ثلاث انزيمات هاضمة ودرجات الحموضة المثلة لها البيبسين والتريبسين والأميليز الاميليز يتفرز في اللعاب ويهضم الكربوين المثلة درجة الحموضة المثلة لها حوالي 7 البيبسين يفرز في المعدة ودرجة حرارة المثلة حوالي 2 التريبسين يتفرز في المعدة أيضا بس درجة الحموضة المثلة بالنسبة له 9 اذا درجة الحموضة المثلة لانزيم تختلف عن درجة الحموضة المثلة لانزيم اخ ما يعمل في 2 غير 9 اشتركوا في القناة